في فصل جديد من المواجهة البحرية البرية بين الولايات المتحدة والجماعة الحوثية في حرب هجمات الدفاع عن نفس وعسكرة البحر الأحمر وترك ما يحدث في غزة لمشروع التقسيم والإبادة في حق الشعب الفلسطيني أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن مليشية الحوثي شنت هجوما بصاروخ باليستي مضاد للسفن على سفينة شحن بريطانية أثناء بحارها في خليج عدن قبالة السواحي اليمينية وأضاف البيان أن الصاروخ كان متجها نحو السفينة إمفيليكافايتوس وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع على مبربادوس ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات ولكن أضرارا طفيفة للغاية في الهجوم وواصلت رحلتها وكان الناتق العسكري للحوثيين قال في بيان أن جماعته نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية أثناء بحارها في خليج عدن مضيفا أن عملية الاستهداف كانت بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر على حد قوله فيما هددت الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها بأنها ستواصل شن ضربات جوية وبحرية على مواقع الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ما دامت هجماتهم مستمرة في البحر الأحمر جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندر كينغ حيث أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب أهداف ومواقع الحوثيين في اليمن وقال سنواصل ضرب الحوثيين حتى يقف هجماتهم في البحر الأحمر وفي محافظة الحديدة قالت مصادر محلية أن الطير الأمريكي شن أربع غارات على الأقل على مواقع أسكرية في منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسمع دوي انفجار عنيف وقال قائد حاملة الطيرات الأمريكية إيزنهاور المرابطة في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين أن المعلومات قليلة جدا فيما يتعلق بمخزونات الحوثيين من القوارب المسيرة الانتحارية وأضاف مارك أن هناك تهديدا جديدا ومميتا من الحوثيين يتمثل بالهجمات بالقوارب المسيرة الإيرانية التي تمتلكها المليشيات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر